بدأت الحلقة 13 من مسلسل نعمة الأفوكاتو بخناقة بالنعمة وأبوها سعيدة بوعلب وده بسبب إنه شايفها لسه بتحب صلاح ودفعت فلوس لمتحط صاحبه علشان ما يبلغش عنه وشايف صلاح جايب لها ورد ووافقت تخرج معاه واللي زود المشكلة إن النعمة ما دفعتش عن نفسها وفضلت سكتة وسابت أبوها لزنونه وقالت له إنها عندها قضية ومشيت والمشهد اللي بعده بنشوف صارة بتعور نفسها في الحمام وصلاح واقف مستغرب هي بتعمل كده ليه بعدها بنروح المحكمة مع نعمة ومنا أخت محمد اللي بتقول لنعمة إن في حاجة غريبة في والدتها وإنها زعلانة ومتغيرة فقالت لها نعمة الحقيقة وإن والدتها شكة إن محمد تقتل ما متش واعترفت لها إنها بتحاول تجيب حق محمد بس تحلفت منها إنها ما تقولش لحد خالص والكلام ده صدم منها اللي فضلت تعيط أما المشهد اللي بعده فعرفنا إن صارة كانت بتعور جسمها ليه وهي قعدة في الكافية مع ياسين الألفي قالت له إنها مش سعيدة في حياتها وإن جزها صلاح بيدربها على طول وبيعملها وحش وإنها تطلق منه بس عايزة ياسين يوعدها إن ما يسيبهاش أبدا وطبعا ياسين عامل عليها لعبة مع نعمة وبيضحك عليها وفي المحكمة بنشوف نعمة وقفة تترافع وقصدها مين؟ المحامي الكبير وأستاذها خالد الأشقر وكسبته نعمة بشطرتها وزكاءها وبعدها رحت له المكتب بتاعه علشان تصالحه وفضلت تصالح فيه وتنكشه لحد ما تصالح وقال لها إنه استلم فلوس صلاح ومش عايز يدهاله إلا لما يقول لها فطلبت منه نعمة إنه يدهاله والمشهد اللي بعده صلاح راح الشركة ليسين الألفي وقال له هو أنت ليه بتعجب بمرطاتي أنا بالذات؟ فرد عليه يسين إن صارة يعرفها من مكتب خالد الأشقر ونعمة رفعتله في قضية وكانت شطرة جدا وإنهم اللي اتنين محترمين ومش المفروض هو اللي يقول عليهم كده وبعدها شفنا وصل التهديد من صلاح ليسين إنه لو ما بعدش عنهم هيئزيه وانتهى المشهد بتهديد يسين لصلاح بعدين شفنا نعمة في قهوة الست محروسة وجالها بعدها يسين وحكى لها اللي حصل بينه وبين صلاح وفجأة جالهم عم كراسي صاحب سعيد علم وقال لها إنه سعيد أبوها طردوا وتخانق معاه كمان وساب نعمة ومشي وفجأة جت لها أم محمد ومنها اللي ما حفظتش على السر وقالت لها إن محمد تقتل وشكت فيها الست أم محمد وقالت لها أنت اللي قتلت ابني فاضطرت نعمة إنها تغير كلامها وقالت لها إن ده مش حقيقي وأنكرت كل حاجة قالت هل منها بعدها راحت نعمة لأبوها وصلحته وحكت له إنها مستحيل ترجع لصلاح وإنها زعلانة منه إن ظن فيها سوء لإن عمرها ما ترجع لصلاح أبدا وفجأة خبطت عليهم منها واعتذرت لنعمة على اللي حصل فقالت لها نعمة إنها مبتصفاش بسهولة ومش هتقدر تسمحها دلوقتي وطلبت سارة من صلاح اتطلاقه وتخنقه وفجأة في وسط الخناقة جت لها رسالة من المحامي إن صلاح فلوسه جهزة فخرجت من الحمام جاري تصالح صلاح وراح صلاح واستلم فلوسه من خالد الأشقر وبعدها كلم خالد نعمة وقال لها إنه خرج من المكتب وبنشوف عربية وبودي جاردات خطفوا صلاح وراحوا بيه مغزى مهجور وهب دخلت عليهم نعمة وخدت اللي 14 مليون بتوع صلاح ورمت عليهم بنزين وكانت لسه هتولع فيهم والحلقة خلصت وما تنسوش تتابعونا على نجوم الفن علشان يوصل لكم تسريبات المسلسلات قبل ما تتعرض في أي مكان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة